بسم الله الرحمن الرحيم متابعين العزاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دهشة حول تنبؤ دقيق منذ خمس سنوات عن زمان ومكان زلزال تركيا العالم الهولندي المتخصص في الزلازل فرانك كان قد حذر في مقطع فيديو من المأساة قبل ثلاثة أيام من وقوعها وتنبأ بدقة بزلزال في تركيا والدول المجاورة لها بينما تنبأ حمد إركان وهو خبير تركي معروف في مجال التنبؤ بالزلازل قبل خمس سنوات بأن زلزالا قويا سيحدث في تركيا في عام 2022 أو عام 2023 اللافت والمثير أن مثل هذه الدقة النسبية تعد مفاجأة كبيرة نظرا لصعوبة معرفة موعد حدوث مثل هذه الكوارث على الرغم من التطورات العلمية في مختلف المجالات بوتيرة غير مسبوقة في العقود الأخيرة غالبا ما يقلل المشككون من أهمية التنبؤات بما في ذلك العلمية بالإشارة إلى أن الحديث عنها يتم فقط بعد الحدث أو الكارثة وليس قبلها في هذا السياق نذكر أن المتخصص في علم الزلازل أفكون أحمد إركان توقع أيضا أن تواجه تركيا بعد عام 2035 موجة من الهزات الارتدادية القوية مشيرا إلى أن توتر القشرة الأرضية تحت تركيا سيصل بحلول عام 2045 إلى حده الأقصى وتوقع تبعا لذلك أن يهز بعنف زلزال تتراوح قوته بين 7 و 8 درجات إسطنبول ويدمرها تماما ويصف أحد الخبراء الأتراك في مجال الإنقاذ بلاده بأنها محطة زلازل ومكان متوقع لها بسبب الحركة الدائمة للصفائح فهي توجد على صفيحة أناظولية وتتعرض للضغط من ثلاث صفائح أخرى في نفس الوقت الخبير يفسر خطر موقع بلاده قائلا الصفيحة الأولى تدفع تركيا غربا باتجاه أوروبا وتسمى بالصفيحة الفارسية بينما تدفعها الصفيحتان الأخريان شمالا وتسمى الأولى بالصفيحة العربية والثانية بالإفريقية وكان العالم الهولندي المتخصص في الزلازل فرانك قد حذر في مقطع فيديو من المأساة قبل ثلاثة أيام من وقوعها وتنبأ بدقة بزلزال في تركيا والدول المجاورة لها في الختام متابعين الأعزاء أرجو أن تتركوا آراءكم وتعليقاتكم أسفل هذا الفيديو كما لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد دمتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته